موسيقى حياكم الله مشاهدين ومستمعين الكرام من جديد فقرة مستقبل قطر هذه الفقرة الأسبوعية نتناول فيها مشاريع الطرق السريعة والداخلية والبنية التحتية ومشاريع المباني التي تشهدها منطقتين الوكرة ومسعيد في جنوب البلاد نعم حمد طبعا الإضاءة أكثر على أهم المشاريع المستقبلية التي تشهدها المنطقة الجنوبية معنا في الاستيديو المهندس بدر الدرويش مدير مشاريع الطرق السريعة بالإنابة في الهيئة العامة لأشغال يا مرحبا ومسهلا فيك بدر حياك الله في استيديو ترحيم يا مرحبا حياك الله بدر نبدأ إن شاء الله معاك حوارنا ولكن نطلع إلى تقرير إحنا عندنا أعزائي المشاهدين نشوف معاكم هذا التقرير عن أهم مشاريع أشغال في المنطقة ونرجع نبدأ حوارنا إن شاء الله حرصا منها على تقديم خدماتها ومشروعاتها إلى أنحاء الدولة كافة تواصل هيئة الأشغال العامة أشغال أعمالها في مشروعات تطوير البنية التحتية والمباني في مناطق جنوب الدولة والتي تقسم إلى ثلاث فئات هي مشروعات تطوير البنية التحتية والطرق والصرف الصحي ومشروعات المباني العامة ومشروعات الطرق السريعة شملت الفئة الأولى تطوير مساحات كبيرة لأراض توزعت في الاتجاهات الأربعة لمدينة الوكرة فضلا عن التطوير في منطقتي الوكير والمشاف فيما تضمنت مشروعات المباني العامة القطاعين الصحي والتعليمي إذ يتم العمل على إنشاء مدرستين في منطقتين مساعيد والوكير تستوعب كل واحدة نحو 650 طالبا فيما يتضمن القطاع الصحي إنشاء مركز الوكرة الصحي الذي يحتوي على عيادات متخصصة ومختبر لفحص الدم وإنشاء مركز صحي آخر في منطقة المشاف على مساحة إجمالية تقدر بـ 11 ألف متر مربع أما مشروعات الفئة الثالثة فتشمل إنشاء ثلاثة مشروعات رئيسة هي المحور الشرقي الغربي والذي يضم خمسة مسارات ويمتد لمسافة 22 كيلو مترا وطريق الوكرة الموازي الذي يعد طريقا مزدوجا بخمسة مسارات بكل اتجاه ويمتد لمسافة 11 كيلو مترا والطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات الطريق المداري إلى ميناء الدوحة الجديد ويتضمن إنشاء طريق مزدوجا بطول 190 كيلو مترا و22 تقاطعا شفنا مشاهدين هذا التقرير اللي تكلم عن المشاريع في المنطقة الجنوبية للبلاد ونرجع نذكركم بأن ضيفنا اللي معنا هو المهندس بدر الدرويش مدير مشاريع الطرق السريعة بالإنابة في أشغال في البداية مشاريع ضخمة والله الحمد ركزت على منطقة مسعيد الوكرة المشاف نعم نعم حدثنا عن هذه المشاريع بشكل أول شيء أحب أشكركم من استضافتنا وإتاحتنا الفرصة ننفيد الجمهور واجبنا الله هذا من مبدأ الشفافية اللي عندنا احنا طبعا تطرقنا السبوع اللي فات لتصريحات للجمهور وسكان المنطقة في المنطقة الجنوبية طبعا دعائنا الصحافة والإخوان الإعلاميين عساس يحضرون جانب من العرض الشامل للمنطقة الجنوبية في دولة قطر طبعا نحنا تطرقنا في العرض هذا لثلاث أمور رئيسية تهم الجمهور وتهم أصحاب المناطق الجنوبية بخصوص الطرق السريعة تكلمنا عنها وبالإضافة إلى التطوير اللي بيصير المناطق السكانية بالإضافة إلى المنشآت الحكومية أو خدمات اللي يحتاجها الجمهور في المنطقة الجنوبية نعم بدر أن أريد أن أسألك عن مشروع المحور الشرقي الغربي وين وصلت المراحلة الحين مراحلة التنفيذ والله مثل ما أنتم شايفين في التقرير اللي بيّن لكم أننا نحن قايمين الحمد لله يعني في إنشاء الجسور حاليا وأعملت الجسور طبعا واضحة في الزيارة الميدانية حتى اللي سويناها الإخوان الإعلاميين أنجزنا من المشروع حتى هذه عالها وبعد نعم هذه طبعا أجزاء من الجسور اللي قائمة حاليا تم تنفيذها وتحت الإنشاء طبعا وإن مكان المحور الشرقي الغربي إذا تكلم من ناحية جغرافية طبعا نحن موازي للدائر السادس يربط طريق الوكرة أو بداية بعد دوار السلاح الجو سابقا امتدادا إلى تجاه الجنوب في تجاه الوكير الوكير نعم يمر على المشاف نعم نقطع الحضارمة من تجهين يعني امتدادا ينتهي لن خلف الصناعية نعم من وراء نعم الله يوفقكم طيب شو ممكن يخدم يعني هذا الطريق السريع والطريق الضخم أهل المنطقة اللي خلنا نقول من عند إشارات اللي هو سلاح الجو سابقا لين نهاية الصناعية في مناطق شو ممكن يخدمهم هذا الطريق طبعا وجود الشارع أو الهايوي في المكان ذي ما نذكر يعني بشكل عشوائي طبعا طبعا هاي كان بناء عدراسة من وزارة البلدية تخطيط العمراني لإيجاد هذه الطرق السريع في المناطق هذه لتخدم التطوير المستقبل للمنطقة هذه نعم ففيه تقاطعات مدروسة وموجودة في الأماكن هذه تخدم نقول الصناعية من الجهة الخلفية للصناعية يعني نوجد شارع خلف الصناعية شارع رئيسي يخدم سكان الوكير أوكي والمشاف طبعا فهذه كشبكة طرق تخدم ليس جهة واحدة أكثر من جهة ويخفف الزحمة اللي هو أهم شيء اللي هو الحديث الشاغل للناس الحين الزحمة وزحمة وزحمة هذا كدهنا بيخفف من الزحمة لداخل البلد هو حاليا الخطر الرئيسي اللي موجود الناس السفيد منه هو طريق الوكرة الناس اللي نازلين من نمسعيد في اتجاه الدوحة ما عندهم طريق إلا طريق الوكرة صحيح فطبعا وجود المحور الشرقي الغربي بالإضافة إلى وجود طريق الوكرة الموازي بيسهل عملية انتقال حركة المرور من نمسعيد دون المرور بطريق الوكرة الرئيسي الحالي نعم الله يوفقكم إن شاء الله الله يوفق الجميع طبعا بدر لو نشوف مثلا نحن وياك هذه الصور اللي تبين لنا مدى التطور اللي راح يصير وأيضا تخدم التوسع والنظرة والتطور أو عجلة التطور الاقتصادي اللي قاعدة تمر فيها الدولة وأيضا بتساهم بتكون كأنه مثابة شريان جديد يعني غذي المنطقة ككل أنا ودي أسألك بالنسبة للصرف الصحي وما إلى ذلك يعني شنه اللي صار في خضم هذا الموضوع طبعا نحن يعني كل مشاريع القائمة حاليا ندرج ضمن المشروع البنية التحتية البنية التحتية البنية التحتية دائما تكون عندنا متكاملة بكل مقاييسة بأعلى المقاييس حساس نخدم المستقبل للدولة ولا يتعطل الطريق يجيك الله يسلمك وقت الأنطار إذا جاتك أنطار قوية يصير فيه احتباس فأنتو لازم تكون عاملين حساب الشيء على أساس الحركة المرورية ما تعطل صحيح ما يكون فيه تكدس مية فيه مقام بالضبط إذا كان أغلب الناس خلاص عرفوا الطريق هذا بعد ما تفتتحونه إن شاء الله عرفوا الطريق وخذوا عليه عقب فجأة طريق تسكر كيف تسهم مشاريع الطرق بالمنطقة الجنوبية في إنسيابية حركة الموضوع طبعا المعايير اللي نستخدمها في الطرق الجديدة مثل ما انتو شفته من حجم المنشآت اللي ننفذها طبعا المسارات وعدد المسارات تخدم الجميع كان يعني قريت خمس مسارات طبعا عندنا بعض تقاطعات تختلف أو خنقل الممرات تختلف عندنا في الطرق السريع في منها خمس مسارات وفي منها مجهزة لسبع مسارات وفي منها مجهزة لتسع مسارات ماشاء الله نعم فعندنا في طريق المداري وعندنا في طريق طريق واكر الموازي هذه طبعا طرق الشاحنات تستخدمها طبعا نعم لأن قرب من منطقة صناعية أو خنقل من قربها من الدوحة فمحتاجين أن الشاحنات تتنقل في المنطقة هذه فأحنا دائما نأخذين بعين الاعتبار أن الشاحنات هذه تكون لها مسار مستقل صحيح ما تأثر على سيابية على سيابية الشارع بدر بعدما ننسى أن هناك أيضا في المناطق الجنوبية في مصانع يعني لابد أن يعني يؤخذ في الحسبان أكيد تم الأخذ في الحسبان من عندكم أن هذه المصانع هي شقالة وفيها حركات وفيها حركات يعني الموظفيين اللي فيها وأيضا التنقلات الأحمال الثقيلة اللي تكون بالشارع أنا ودي أنتغل وياك إلى سؤال يعني آخر أكيد أنتو أخذت بالحسبان وجود بعض المباني التعليمية الصحية بالمنطقة فشنه البشاري اللي رح تنفذ أيضا في مثل هالمجال هناك حاليا إدارة المباني في هيئة الأشرار العامة طبعهم يعني الإدارة المعنية صراحة بتفاصيل المنشآت اللي بتصير بس حسب ما تم تصريحه في اللقاء الأسبوع اللي فات إن شاء الله فيه عدد من المدارس سوف يتم إنشاءها بالأضافة للمراكز الصحية المراكز الصحية نعم أنا بغير أرجع على السؤال اللي قبل اللي هو بخصوص اللي هو تسع مسارات يعني أنا قاعد أتخيل وأنت تقول تسع مسارات أنا قاعد أقول صحيح إشترى المسارات الطويلة لكن المعروف في بعض الدول مخصصين فترة المساء للشاحنات أنت حين تسع مسارات بتكون 24 ساعة أو أكيد بيكون تنسيقكم مع المرور أكيد لكن هل عندك خلفية بأنه بيكون 24 ساعة أو كيف هم هذا طريقهم وشي راجع لهم والله شوف المعطيات هذه تتغير بين فترة لفترة على حسب حاجة مثلا مثلا القانون هذا اللي يدرج من إدارة المرور اللي خواهن في دارة المرور قربوا أن في فترات تنقل الشاحنات بسبب الازدحمات المرورية اللي تصير فإن شاء الله إذا بكرة هالشي مش موجود وفيه انسيابية في الحركة المرورية وطبعا لاحظنا أن الشاحنات إذا كانت على مدار اليوم وطبعا هي إن شاء الله بتكون على مدار اليوم لأن الطريق المداري مهيئ أن الشاحنات تستخدمها باستمرار مثل ما أنتم شايفين حاليا فيه طريق المؤقت اللي سوينا للشاحنات فعلى مدار اليوم اللي مر على طريق العرضات نعم فالشاحنات تستخدم الطريق على طول بس الطريق المداري بيكون أكبر مهيئ أكثر مهيئ أكثر طبعا ومجهز أكثر من طريق المدار وبأخذ بعين الاعتبار أكيد التوسع اللي قاعد يصير في الدولة يعني خصوصا يعني يوم مننا أنت تقول تسع مسارات تسع مسارات شي كبير يعني نحن نشوفها بالنسبة لنا نحن نتوسع نوصل لتسع مسارات نقدر نوصل نقدر نوصل يعني ما نوصل لم أزقنا بكرة ولا لا المكان محكم خمسة أو أربعة وما نقدر نطلع أكثر نعم نحن نجهزين المكان نقدر نطلع أكثر من خمسة وستة وسبعة وثمان حتى تسع مسارات نقدر نوصل صحيح بدر أنا ودي أسلك مثل المشاريع الضخمة الناس اللي تشوفنا الحين واللي بتشوف حتى إعادة البرنامج كل هذه يوم معين لكن متى راح نشوف متى راح تشوف النورة هذه المشاريع الضخمة والله شوف حاليا أن المشاريع هذه المذكورة يعني أربع مقاولين يدرونها طبعا طبيعة المشروع يعني فيه مشروعين منهم مثل طريق وكر الموازي وطريق المداري جزء من طريق المداري هذه المشاريع التصميم وتنفيذ يعني تضمن التصميم أثناء فترة التنفيذ والأسباب على سلسل نواكب مطلبات خي نقول المطلبات العامة للطريق هذا مثل مستقبلية القريبة جاية نحن مخذين بعين الاعتبار الفترات الزمنية تختلف فيها بس بخصوص المحور الشرقي الغربي إن شاء الله نحن متوقعين إن شاء الله على بداية الربع الأول من 2018 حتى طريق الوكر الموازي 2018 بداية الربع الأول نعم وطريق المداري اللي هو في الجزء الجنوبي لأنه هو أربع مراحل والأربع شغالين حاليا بس المرحلة الجنوبية إن شاء الله في النص الثاني من 2018 إن شاء الله طبعا أكيد الطريق هذا الجنوبي أكيد يهم السكان المنطقة بخصوص أن حتى بيكون أحد ملاعب كأس العالم 2022 اللي هو ملعب الوكرة أكيد الشارع بيمر عليه أكيد ونحن بس نحب ننوه طبعا اهتمامنا بالمنطقة الجنوبية مش لأنها بس منطقة جنوبية لا اهتمامنا الله يسلمك على مستوى دولة قطر صحيح وإن شاء الله في القريب العاجل بتشوفون وتسمعون نفس الفكرة اللي صادت في المنطقة الجنوبية في مناطق ثانية في مناطق ثانية إن شاء الله شكرا لكم نحن نشكرك اليوم على حضورك معنا يعني سيد بدر الدرويش مدير مشاريع طرغ السريعة بالإنابة في الهيئة العامة لأشغال الله يوفيكم إن شاء الله يكتب ما قصرت الله ما قصرت الله تفهم مشاهدين نعود إلى أجواء فعاليات سوق واقف مع نديب قناة الريان حمد الفياض أبو تميم الكلمة عندك حياك الله يا حمد مرة ثانية حياكم الله مشاهدين ومستمعين الكرام وإحنا مثل ما وعدناكم إحنا راجعين بنتكلم عن أمور يمكن إحنا نحبها ويمكن أنا أكثر الناس يعني أحب أننا نعرف أكثر معلومات عنها وشنو أسعارها وشنو وليش أشكالها مختلفة وليش إلى الآن محتفظين بها عشان نتعرف على هذا كله يسعدني أنا أستضيف السيد خليفة بن غيث الكواري صاحب محل صناعة السيوف في سوق واقف مساك الله بالخير مساك الله بالنور بغيث بداية ودنا نتكلم الأول شيء عن المكان اللي إحنا فيه مدتها قصيرة بس فعلياتها ماشاء الله كثيرة ويعني شام كل شيء المصارعة واللغاني على المصارعة هاي غير شكل هاي لها ناسة صادق ماشاء الله فيه تنويع فيه تطوير من سنة إلى سنة في المهرجان وفيه توسع الحمد لله ماشاء الله فيه غبال كبير على السوق يمكن أنا ودي أنوه لمشاهدين المصارعة كانت آخر يوم أمس والمسرح إلى الآن مستمر إن شاء الله لين بكرة يمكن بغيث بدنا نعرف مشاهديننا هل هذه المهرجانات تساعد أصحاب المحلات على أنه يكون في عندهم مبيعات أكثر أو يكون عندهم إقبال من الجمهور أكثر أكيد هي مهرجانات يعني كذا مهرجان في السنة وينشط السوق يعني نشط التجارة ويصير تنويع في البضاعة وتجديدها وتطويرها يعني المهرجانات هاي مية في المية تنشط التجارة في سق واقف يمكن أن نفقتها بشكل عام حلو ما رأيك الآن ندخل في بحر السيوف بحرك ماذا؟ هاي 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 الخبر اللي احنا فيها يمكن أنا من أكثر الناس وأكيد مشاهدينا ويدهم يعرفون أول ليش السيوف إلى الآن حافظت على مكانتها والله هي السيوف من يوم يعني ما طلعت يعني هي دافع عن الحق وكان الناس يعني دافع عن نفسها بالسيف وتم السيف يعني يتطور من سنة لأسنة ليه صار أداة غتالية وأداة الحرب بس الحمد لله يعني من مئة سنة تربا إلى مئة وخمسين سنة ما قم حد استخدم السيوف يعني الحمد لله وتم نحفظ عليه وأنها صار من التراث وقمنا نطوره وصارها لنحق الرزيف ويعني قمنا نغير في أشكاله وقمنا نزيده في الفضة والذحب والأحجار قمنا نزينه يعني الحمد لله في حفاظ على السيف من عنده بكل أنا ودي نعرف يمكن أكثر شراك نتمشارنا شوي ودي عرف أكثر عن أنواع السيوف يعني هل أنواحها واحدة ولا تختلف لا لا فيها اختلاف فيها أحجام فيها القردة اللي هو المستغيم وفيها الحدب اللي هالقطر اللي يينو لأنه حين يستخدمونه وفيه الهلال بعد نسي الشي بعد هالقطر كون يستخدمونه وحين بعد يستخدمونه بكثرة حق الرزيف وفيه العكف العكف هذي الهلالي زيادة صحيح أكثر أنواع المبيعين الآن والله الهلالي بعدها الحدب وعقبه القردة والعكف بغيث شلون تشوف أسعاره والله هي أسعار تراوح يعني من الألف ومن ألف وثمان يعني يوصل سعر مفتوحة أكيد طبعا على حسب على حسب مواصفاته إذا كان فيه فضة وفيه ذهب وفيه أحجار والنصل جوهر يعني بعد شغلة ثانية أن النصل يكون جوهر وغديم هذا النصل اللي كان نستخدم حق الحروب قبل والنصل الفلادين نستخدمه حين يعني يكون سيفتي ما يكون حاد طيب أنتو تصنعون عندكم أين نعم شلون التصنيع شلون اشتغلت في التصنيع شلون اشتغلت بيدك في التصنيع والله دخلت في التصنيع بس صناعتها صعبة بس يعني أنا بنفسي أن أصنع سيف بشكل كامل والله فيه صعوبة لأنه فيه مراحل كثيرة بس أنه فيه كذا مرحلة يعني أقدرني أشغل يدي فيها وبالأكس يعني إذا حطيت يدي ويوهم ودخلت يوم المرشة أفهم السيف أكثر وعرف عيوبه وعرف جبياته وسلبياته عشان نقدر نتفادها أكثر طيب إحن خليفة يمكن ودي عرف يعني ليش ليش اخترت هذه الحرفة والله هي يعني الاختيار ما كان يعني صدفة ولا كان يعني مدروسة وقبل أن مثلا السيوف كلها مستوردة ما في ما في سيوف يعني صناعة كثيرية وأنا كنت يعني أطمع أن تكون في صناعة وكانت صعوبة أول وقت يعني أدور شلون حاولت يعني كذا سنة لأن يعطي يعني الحمد لله أنه كان أنت واشي بداية كصيانة وعقب دخلنا في الصناعة طيب يعني أنا ودي أعرف إذا حين أنا أبي أشتري سيف أنا ما لي أي خبرة أين شلت نصحني فيه وشلون عرف أنه أنه هذي أصلي موب أصلي زين موب زين شلون عرف هذه الأشياء والله هذي يبيلها شوي استفسار أكثر لأنه في السيوف في منها تتشابه في منها الأصلي في منها التجاري التجاري استخدم يعني ممكن مرة أحدة في الرزيف عقب ينقض هذي أصلي لا يتم عندك يعني قد ما تتحافظ عليه تم إياك شو معرف الفرق من بينهم والله الناص اللي يكون فلاد ما يكون حديد والمقبض ناص الشي يكون جودتها عالية ويكون يعني ما بسهل الكسر لأن اللي عرف السيوف يعرف أنا شخصي يعني فيه سيوف تجارية مرة أحدة تستخدم فيه سيوف حتى شوية واغلة بس نحي فيها جودة الناص اللي يصدي ولا يعتوي يكون فلاد والمقبض يكون يعني جودتها عالية والغمد بعد نفس الشي يكون فضة أولنا فيه معادة أخرى تكون يعني جودتها عالية ويعمر السيف بس أنا شوف فيه بعض السيوف ينكتب عليها هذي تكون أشياء تجميلية ولا يكون بعد ممكن أنه يستخدم في الرزيف كتابات اللي على الغمد وعلى النصب لا على النصب نفسه هو اللي على النصب الأكثر الناصحين يكتبونها ساميهم عشان السيف ما يضيع ما ينباق وإذا ضاعوا عرفوا ما المنم ويرد له السيف يعني يكون السيف حق الشخص نفسه وفيه بعضهم يكتبون أشعار بعد نفس الشي على الغمد يكتبون لسم كلهم يتجميل كلهم يفصل على هوا يعني كل واحد يفصل على راعة الشي يبي المواصفات بعضهم هم يبون زينات ونفسهم ويرسمون السيف وعلى المواصفات هولي يبي نحن نسوي لأي أنا ودي أختم معاك عرس أخوك أحمد الشمري بكرة إن شاء الله ودي أخي أخذ سيف أرزف بف عرسه وش تنصحني فيه أهم شيء السيف يكون خفيف أهم شيء يكون خفيف بعدين والجودة وعقب الأسعار هذه كل واحد من تنول كله وغيث بيضلا وجهه وشرفنا على شاشة ريان صحيدا نشكرا على هذه المعلومات الله سألم بارك الله حييك الله يحبك شاهديننا الكرام نحب نشكر السيد خليفة بن غيث الكواري صاحب محل صناعة السيوف طبعا سيوف بحر يمكن ما نقدر نغطيها في هذه الفترة البسيطة ولكن إذا ويتكم تعرفون أكثر تعالوا سوق واقف وتعرفوا على المحلات الموجودة في سوق واقف وتعرفوا على عالم السيوف من سوق واقف وهذا كما لدينا من سوق واقف ونرجع حق إخواني في الاستيديو شكرا يا أبو تميم بيض الله وجهك أنت وخونا أبو غيث الكواري على هذه المعلومات وعلى حتى بعض السيوف أنا ولا كنت أعرف أنا أكثر سيف كنت أعرف عنه اللي هو سيف جوهر نعم ما اسمك تقول سيف جوهر إن شاء الله أعطاننا تفصيل أكثر يعني هو نورنا لحد أبو غيره نحن نسمع بعضها في القصايد لكن ما ندري طبعا ما هو معنات أننا لا نعرف لحد أبو ولا نعرف لا لكن الواحد يتعلم أنا أذكر أن أجودها اللي هو جوهر كلها إن شاء الله فيها خير لكن عليكم سيف جوهر يا خاطر إن شاء الله بكرة بالعز إن شاء الله أنت لازم تكون موجود بالعز إن شاء الله وبارز إذن ما بعد سوق واقف عقدت اللجنة العلمبية الإلكترية الصباح اليوم بمقر لجنة رياضة المرأة في سبايرزون الجلسة الشهرية مع الإعلاميين نعم وقد استغرقت وقد استغرقت خلال الجلسة أبرز الأحداث الرياضية التي جرت في الدولة خلال هذا الشهر في إطار سعيها المتواصل لإطلاع الجمهور على أهم الأنشطة الرياضية التي تجري في الدولة نظمت اللجنة الأولمبية القطرية الجلسة الشهرية مع الإعلاميين في سبايرزون لاستعراض أبرز الإنجازات الرياضية القطرية في الشهر المنصرم الهدف من الجلسة الإعلامية هو سد المواضيع أو الإنجازات التي حصلت في شارع الرياض القطري ومنها اللي نتكلم في المواضيع هذه لجنة رياضة المرأة وأيضاً الدولة للعاب الشاطئية وبطلنا يعقوب الأخلافي اللي بيكونوا حاضرين معانا في الجلسة الإعلامية ونسرد للإنجازات اللي صارت وإن شاء الله رح تكون ندوات هذه كل شهر رح نشرح للإعلام والإيصال للمجتمع للإنجازات الرياضية والشارع الرياضي عندنا وحركته وكيف أننا ممكن نفخر في مثل الإنجازات هذه وكيف أننا نطور إن شاء الله وقد تميز هذا الشهر بتحقيق الرياضيين القطريين للعديد من الإنجازات الهامة على مستوى الدورة الرابعة لرياضة المرأة الخليجية ودورة الألعاب الشاطئية لدول مجلس التعاون والبطولة العربية الثانية عشرة للسباحة إنجازات لجنة رياضة المرأة لو قلنا على مستوى البطولات والرياضات تحقيق الإنجازات والمدليات الذهبية على مستوى الخليج من خلال دورة ألعاب المرأة الخليجية أيضاً وصول بعض اللاعبات في مسابقات 3x3 للتصنيف العالمي أيضاً ما وصلت إلي ثقافة ممارسة الرياضة دعم أولياء الأمور فهذا يعتبر أيضاً إنجازات تتحقق يعني اتباعاً للرياضة النسائية في قطر وأيضاً للرياضة بشكل عام أنا في شهر أربعة حققت على مدليتين ذهبيتين بطولة العرب الناشئين في دبي وأنا طبعاً فرحار بنفسي أنا تمرت من شهر تسعة العام ويعني pay-off الحمد لله يعني تمرنت ومشاء الله شكت البطولة للأرقام والإنجازات اللي سويت يعني هذا أقول لا تمرين يعني experience على البطولات الجاية أنا طبعاً الحمد لله أحاول إن شاء الله أروح للإنبياءات 2020 ومن بين أهداف هذه الجلسة الإعلامية الشهرية تقديم وجوه الرياضية قطرية ساهمت في تحقيق إنجازات هامة ورفعت علم بلادنا خفاقاً في المحافر الرياضية الدولية وصلنا مشاهدين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج تراحيب لأي اقتراحات أو استفسارات وللتواصل مع فريق عمل تراحيب يمكنكم متابعتنا أو المشاركة عن طريق تويتر من خلال هاشتاغ برنامج تراحيب أو عبر الإنستجرام الريان تيفين رحب أي اقتراحات أو استفسارات في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر